طيب قولنا يا ففة انتي ايه اكتر حاجة بتفرحك وبتبسطك وبتخليك كده حاسة ان انتي بجد بتعملي الحاجة اللي انتي بتحبيها دلوقتي؟ اكيد ان انا ببسط الناس من خلال يعني مثلا اخر حاجة بس ما بالحاجة افرح يعني بصراحة يعني اخر حاجة عملتلهم اونلايم البيت يوم راس السنة في جيتوب دا كان جميل ده عملتلهم اونلايم البيت ما تحنيتش طبعا الاسبوع اللي بعده كل كل اصحابي بعتولي على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى تويتر كلهم من بليز بلاش تطلعي اونلايم لان عندنا امتحانات واحنا عايزين يتفرج عليك احترمت طبعا كلامه ما طلعتش اونلايم بعد كده حصل لنا حالة الوفاة ما ما طلعتش بقى اونلايم البقاء لله يا ففة وربنا يا رب اجعلها اخر الاحزان يا رب يا رب يا رب وترجعي تفرحي دايما كده وتبقى مبسوطة وتملي الدنيا كلها ترجمة نانسي قنقر